بسم الله والصلاة والسلامه على رسول الله اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات شرح منهل اللغة الانجليزية لصف الصهر الثانوي النهاردة هنبدأ في واحدة جديدة اللي هي الواحدة رقم 11 11 لوقتي اول شي هنبدأ بيها الكي فوكابللري الكلمات المفتاحية والكلمات الرئيسية نقرأ الكلمات الاول نتعرف على معانيها Air Air الهواء Ambassador Ambassador سفير Blizzard بليزرد عصيفة سلجية بلو والماضي بتاعها بليو تصريف الثالث بلون يعني تهب الرياح او تهب الرياح داون بور داون بور معناها مطنر غزير او وابن فول الماضي بتاعه فيلم تصريف الثالث فولين يعني تتساقط فلو فلو معناها الرجل او ولد او زميل او رفيق يعني لكن فلو تويلر معناها رفيق الكفاح تويلر معناها مكافح جيل كلمة جيل معناها اعصار جرينز معناها غلال او حبيبات مندارين ماندارين اللي هاللغة الصينية التي يتحدث بها الشعب الصيني بارافريز معناها يشرح او يفسر باجاز بيرزنيفكيشن بيرزنيفكيشن معناها التشخيص والفعل منها بيرزنيفاي بيرزنيفاي معناها يشخص بور بور معناها يصب او يتدفق او ينهمر البرزيدنت اللي هو منصب الرئيس رايز اللي ماضي بتاعها روز وتصريف الثالث رايزن اللي هو تشرق شروق الشمس لكن غروب الشمس ست ست وزي ما هو في التصريف الثالث برضو ست الخلق الجاي كلمة مهمة جدا وكانت بتكرر في المتحانات السابقة ويل معناها وصية throw out على مدار أو في كل الأنحان تويل معناها يكدح أو شخص كادح بنسميه تويلر يبقى احنا عندنا الفعل تويل معناها يكدح أو مشقة يعني يجد مشقة أو مجهود لكن عندنا الاسم بتاعها اللي هو تويلر اللي هو الشخص الكادح وممكن تنفع معناها الشخص بطيء بطيء السائل تعالوا دلوقت يا جماعة نبدأ في listening text A أول نصص من نصوص الاستماع الميل فويس في حد يتكلم بيقول I am a journalist أنا أعمل كصحفي عند I meet وأنا أقابل من interesting people العديد من الناس الممتعين استردي بالأمس I meet Andy Turner قبلت الشخص اللي هو اسمه Andy Turner an expert خبير on 20th century poetry في شعر القرن العشرين who is writing الذي يكتب كتاب عن الشعر الإنجليزي اللي هو نتكلم عليه في الوحدة بتاعتنا النهارد اللي هو اسمه سيسل سبرينج رايس اسمه ده كله كده السير ده طبعا لقب تمام لقب كان لقب إنجليزي سير سيسل سبرينج رايس this is what he told me وهذا ما أخبرني إياه فرست في البداية I asked Andy سألت Andy اللي هو الخبير اللي كنا بنتكلم عليه where the poet أين الشاعر had grown up أين كبرة أو أين تربى he told me وأخبرني ذات سير سيسل سبرينج أنه الشاعر سيسل سبرينج رايس was born in London ولد في لندن in 1859 عام 1859 he وهو أيضا he was the son هو كان ابن دبلومات the son of a diplomat دبلومات معناها رجل رجل دبلوماسي then I asked him ثم سألته if he could tell me إذا استطاع أن يخبرني about سبرينج رايس كارير كلمة كارير معناها الحياة الحياة المهنية he said that after getting a degree وقال أنه بعد حصوله على الدرجة العلمية at Oxford University في جامعة أكسفورد رايس سبرينج رايس يعني اللي هو الكاتب بتاعنا والشاعر had become أصبح دبلومات دبلوماسي and had spent time وقضى وقتا in North America he became friends became friends معناها كون صداقة he became became friends with the future president مع الرئيس المستقبلي of the USA اللي هو الرئيس من سيدر رايسفيلد كان رئيس لأمريكا ده اسمه سيدر رايسفيلد his work وعمله then took him أخذه to many different countries إلى عدة دول I asked him مسألته which countries أي دول سبرينج رايس had worked in أي دول التي عمل فيها سبرينج رايس he said that he had been a diplomat قال أنه كان يعمل دبلوماسي in Japan في اليمن إيران إيران and Russia وروسيا he had also worked for two years عمل اللي مدة سنتين in كايرو في القاهرة he then became ثم أصبح an ambassador ثم أصبح سفير and returned to the USA ثم عادة الولايات المتحدة الأمريكية ليه to become the British ambassador لكي يصبح السفير البريطاني to the United States عند الولايات المتحدة in 1912 then I asked ثم أسألت what he had done ماذا فعل as ambassador كسفير to the United States Andy Turner الخبير بتاعنا رد علي وسيد قليزت while he had been in the USA بينما كان في الولايات المتحدة سبرينج رايس الشاعر بتاعنا سبرينج رايس had persuaded أقنع the president الرئيس that the United States أنه اللولايات المتحدة should help لابد أن تساعد بريطانيا during the first war لدوار أثناء الحرب العالمية الأولى they did this وقاموا بذلك يعني ساعدوهم in 1917 unfortunately ولسوء الحظ سبرينج رايس died توفي a year later بعدها بعام in 1918 عام 1918 age اتكلمنا بحثة age دي أكتر مرة قلنا عن عمر يناهز ترجمتها كده عن عمر يناهز أما بلغ عمره 58 58 I asked him whether it was أنا سألته إذا كان true حقيقي ذات هاد هل بد أنه ساعد students at Oxford University في جامعة Oxford أندي اللي هو الخبير أندي تيرنر سيد قال yes أندي إكسب لين ذات وفسر لي ذات إنهز ويل أنه في الوصية بتاعته كلمة ويل دي بالآي معناها طبعا معناها سوفة لكن لو كانت اسم تبدو معناها وصية سبرينج رايس لكي يساعد الطلاب الذين أرادوا أن يتعلموا اللغات في جامعة أكسفورد سألت أندي إذا كان يستطيع أن يتحدث عن كتابات سبرينج رايس سألت أندي إذا كان يستطيع أن يتحدث عن كتابات سبرينج رايس كتبه عبر أو خلال حياته خلال حياته أيضا أنهم فقط نشرت بعد هداية بعد وفاته أيضا ساعد لترجمة في ترجمة بيرزيان بويمز بيرزيان دي يا جماعة معناها إيه بقى معناها فارسي بيرزيان دي معناها فارسي بيرزيان بويمز هي القصاد الفارسية يبقى لما نتكلم عن اللغة الإيرانية نقول بيرزيان المندرين اللغة اللغة الصينية بيرزيان بويمز انتو انجليش إلى اللغة الإنجليزية في النهاية قلت ذات سبيرنغ رايز هاد كليرلي بين أبي زيمان كان من الواضح جدا معناها واضح أو بوضوح أبي زيمان كان ريلا مشهولا أسألت أندي وسألت أندي ليه السفير اللي هو كان يكتب قصائب أندي قال أندي قال أنه وجد الكتابة قريقة جيدة للإسترخاء وأيضا تعبر عن مشاعره وفكاره العديد من الناس يقولون أنه من السهل أن تعبر عن شعورك أو فكرة في قصيدة قصيرة أكثر من التعبير عنها في قصة listening text B boy 1 يتحدث مع boy number 2 يقولوا my uncle is a famous scientist عمي عالم مشهور is he أمير طبعا is he ستتكرر معنا هنا question tag question tag ده سؤال السؤال المزيل اللي بيأتي في نهاية الكلام is he أمير how interesting يا له من شيء ممتع he asked me if I would like to go إذا كنت أستطيع أذهب أو أود الزهاب on a research trip في رحلة بحسية أو في رحلة للبحث ويزهم معه that's amazing هذا مزهل we are going to climb سوف نتسلق a volcano نصعد إلى قمة a volcano in the democratic republic of congo دولة الكونغو الديمقراطية أو جمهورية الكونغو الديمقراطية never أبدا that's incredible هذا لا يصدق فبيقوله I would love to أود ذلك I would love to go right inside the volcano أود أن هذا بحالة إلى هذا البركان يعني معناها أنه متحمس جدا فزميله الآخر بيتعجب منه بيقوله you wouldn't أن تفعل ذلك would you أليس كذلك فبيقوله my uncle told me أخبرني that it's not dangerous أنه ليس خطير it's not dangerous really حقا I find that surprising وجدت أن هذا surprising ممتع he asked me سألني أو he asked my brother if he would like to go to إذا كان أخي يود الذهاب أو نفسه يروح معنا but he doesn't want to لكنه لم يريد ذلك I don't believe it أنا لا أصدق ذلك it's a great opportunity opportunity معناها فرصة I want to visit all the world's volcanoes أريد أن أزور كل البراكين اللي في العالم one day في يوم من الأيام فزميله بيقول له must be joking أكيد أنت joking يعني تمزح that would be very dangerous هذا سوف يكون خطيرا and very expensive وسوف يكون مكلفا جدا تعالوا بقى جماعة نقرأ القصيدة بتاعة الشاعر spring cecil price day I am busy sit the sea البحر قال أنا busy مشغول I am busy think of me أنا مشغول فكروا في making continents أنا الذي أجعل القارات to be أنا السبب في تكوين القارات I am busy أنا مشغول sit the sea I am busy sit the rain والمطر قال أنا مشغول when I fall عندما أسقط it's not in vain when I fall it's not in vain هذا سقوطي هذا ليس بلا جدو wait انتظروا and they will see the green انتظروا وسوف تروا المحصول أو الغلال I am busy أنا مشغول sit the air I am busy sit the air قال الهواء والرياح قالت أنا مشغول blowing here I hope هنا and blowing there I hope هنا up and down up and down يعني إلى الأعلى وإلى الأسفل and everywhere وفي كل مكان I am busy أنا مشغول sit the air قالت الرياح أنا مشغول I am busy sit the sun الشمس قالت أنا مشغول all my bloods كل الكواكب everyone كل واحد منهم know my work is never done يعلمون أن عملي لا ينتهي I am busy sit the sun وقالت الشمس أنا مشغول see البحر and rain والمطر and the air والهواء أو الرياح and sun والشمس here is a fellow toiler لدينا مهمة أو رفيق كفاح here is a fellow toiler إحنا عندنا هنا رفيق الكفاح when كلنا رفقاء في الكفاح who is the task مين اللي مهمته will soon be done مين اللي مهمته سوف تنجز دي القصيدة اللي كان بيقولها الشاعر Spring Cecil Rice سؤال الأول although she was badly injured على الرغم أنها أصيبت بشدة she never lost her لم تفقد her will لم تفقد إرادتها the wealthy man الرجل السري left a ترك بعده to say لكي يقول who would receive what after his this من الذي يتسلم المهام بعده أو من يستلمها هذه الأموال إبتركة أو الوصيل my uncle speaks Spanish يتحدث اسباني because he once worked لأنه عمل مرة as the Egyptian ambassador سفير الاسباني to Argentina there was a last night كان يجد في الليل الماضي and many buildings والعديد من المباني ويرتمج دمرت by the wind عن طريق الرياح بيدينا جيل عاصفة 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 تراب at what time does the sun this evening في أي وقت هنا بيقول this evening هذا المساء يبقى 6 يعني تغرب there was a this morning كان في أي هذا الصباح عن مني وفزارات وعديدنا الضرق فلودت غمرت بها يبقى كان عندنا داون داون بور يعني مبرغزير كان المعلم كان المعلم غادبا كانوا يتحدثون throughout خلال اللسم زفارم عمال المزرعة يكتحون ويتعبون يبقى طوائد مين اللي كان معا أخوك دا يبقى فلو معناها رفيق number 10 there are of sand on the floor can you sweep can you sweep it فهنا الإجابة عندنا هنا هتبقى طبعا grains معناها غلال the wind is from the north from the north today يبقى الرياح تهب يبقى blowing you would be in a blizzard if the wizard هتبقى في عاصفة لو كان الطقس ماله snowy and windy يعني به رياع وسنوي وبه سلج ريها مون تو sometime بعد الوقت ويزهر cousins مع ابناء عامها انزا صباح الابن the of egypt has asked to have a meeting with the british ambassador يبقى زا president هنا اللي جابة صحيح حرف d الرئيس المصري in this country في هذه الدولة زرين المطر بورز يصب أو يغمر he became a north américa أصبح دبلومات دبلوماس number 17 he would be in a down بور if the wizard was very إذا كان ضقص ريني مضرا موسيقى موسيقى